للحديث حول هذا الموضوع نضم لنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني صبح عليك أيمن أهلا وسهلا بك في برنامج الصباح نتحدث عن هذا الموضوع يعني ما بيقي وقت أصلا على انتهاء المهلة اللي أعلنها عنها الرئيس الأمريكي لحضر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية والآن أعلنت شركة أوريكل اهتمامها بالاستحواذ ليش في هذا التوقيت؟ يعني مهند هذا الموضوع اللي اخترته حضرتك بوقته لأنه هو موضوع شائك لأنه عادة إذا مؤسسة بدأت تستحوذها مؤسسة تانية عادة معهم أشهر معي يعني فيه دراسة معي بعد العمل وعادة بيكون فيه بيكون هو التجاري الأكيد هو التجاري الأساسي هذا الموضوع شوي شائك لأنه في عنا حكومتين دولتين كتير كبار عميل عبدور فيه عندك مهلة خمسة واربعين يوم يعني محدد يعني يعني ما فيه مهلة منها ووقع عليها الرئيس الأمريكي أيضا وعندك كمان مؤسسات اللي بتحتاجي تكون معها كاش صح والمؤسس اللي بتلعبها الدور بدي يكون معها كاش يعني نحكي كاش بالعشرين مليار نيمين عليهم يعني ما فيه مش حيالة مؤسسة فيها تشتري وكمان المؤسس اللي بتحتاجي تكون عندها تقني كتير كبير بس للتأكيد أيمن هناك حيكون فيه دعم من الإدارة الأمريكية من الدولة صحيح ولا لا للشراء هذا هلأ هلأ يعني رسميا منحك بهذا الموضوع بس عم نحكي بأموال طائلة وهي دي المؤسسات اللي عم تحكي مثل مايكروسوفت و أوروكل عندها على كتير وثيقة مع الحكومة على صعيد التقني والمؤسسات والخدمات اللي بتعطيها ففيه تجاري و سياسي كمان نعم فيه كثير من الصحفيين في مجال التقنية عبروا عن اهتمام شركة أوروكل بالدخول في الصفقة هو فقط لتكبل المنافس اللي هو شركة مايكروسوفت وأيضا تويتر خسائر مادية انت شراك في هذا الموضوع سيد أيمن هلأ هذي بتذكرنا بالتسعينات و بأوال الألفين لأنه كل عشر سنين مهند فيه ثلاث أربع شركات بنافسوا بعضهم وبيعملوا مناورات إذا بدتك ليقدروا يكون فيه خسائر أكتر أكتر تاني ولا يكون فيه كمان حكي أكتر عنهم بالإعلام و مع الناس وكل شيء الموضوع وهذا شوي بذكرنا أكتر بيلي عم بيصير هون بس هو يعني أوريك اللي عم تعمله هو دور جد كتير لأنه عم بيعطوا تسهيلات عم بيعطوا مثلا اقترحوا هن يعطوا للمؤسسة بايت تانسي اللي عم يشتروا منا أنه أول سنتين بعد ما يشتروا شو فيه مردود موجود بيكترحوا يعطوا نصه للمؤسسة الصينية يعني بيضل فيه فلوس عم تجي لهذه المؤسسة يعني فهذا كل الموضوع عم يسير هلأ مهند صعب وشائق ومنه كتير واضح بالتحليل الموجودة هلأ بالسوم نعم نأكد على حاجة كما نذكرها الرئيس الأمريكي سيد أيمن أنه وصف دخول شركة أوريك الأمريكية عفوا العملاقة جاءت هنا عطسة على الهواء أكد أنها شركة عفوا أكد أنها صفقة ستكون ناجحة وشجع أنها تدخل في الاستحواذ هل هذا فعلا يدعم موقفها من خلال شراء التطبيق وبالآخر هنا الأهمية هو المعلومات ما بدأت تكون موجودة على الأرض الأمريكية وفي حمال السياسي والخصوصي مين بيعملها كيف بيعملها بدأ يكون فيه مؤسسة بتوافق عليها الدولة حتى تتعملها والدولتين بدون نوافقوا دولة السنية والدولة الأمريكية بدون نوافقوا على هذه الشرويس ومنها هنا فمنشان هيك فيه نتيجة بدأت نوصل مين وكيف وليش هايدي سيقرروا هنا فيها على رواب أيمن بس حاجة مهمة جدا حاجة مهمة عشان نكسب الوقت يا أيمن شركة بايدانس أكدت في تصريح صحفي أنها لا تنوي بيع أي عمليات خارج رؤية المتحدة طب والآن المهلة انتهت أو أوشكت على الانتهاء وموعد الشراء قريب الموضوع متضارب صراحة أنا في مرة مستشار كبير خبير بالعمل قال لي ياها مرة قال لي حتى لو بدك تجوز بنتك وانت مستهد بعجبك الزلمي بتقول له أنا بنتي مش للجهزة فهون هايدي كلها مناورات مناورات طيب نعرف منك سيد أيمن متى موعدة ماما الصفقة المفترض هذا الشهر إن شاء الله هذا الشهر هذا الشهر نشكرك شكرا جزيلا من دبي الخبير في تقنة معلومات أيمن عيتاني شكرا لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر